أهلا بكم يا شباب خلونا في الفيديو ده نحل شوية على الاستاتيك الإلكتريسي خلينا نشوف أول سؤال عندنا هنا في سؤال جي في نوفمبر 2010 question 9 بيقول لي in figure 9.1 A and B are two conductors on insulating stands both A and B are were initially neutral دي حاجة مهمة إن أنا في الأول خالص ما كانش عندي total charge في الtwo spheres وبعدين رسم لي في A عندي positive charge فخلينا نشوف ايه اللي مكتوب بها تحت الرسمة بيقول لي conductor A is given the positive charge shown on figure 9.1 On figure 9.1 على نفس الرسمة اللي فوق دي mark the signs of the charges induced at ends X and Y of conductor B يعني أنا عايز أعرف لما يكون A عليه positive charge هيعمل ايه في الحرج اللي على X و Y لما بيكون عندي حاجتين good conductors قريبين من بعض واحدة فيهم عليها تشارج بتاعة الـ neutral بتريق الرينج بحيث إن هي يعني تسمع كلام الإلكتروستاتيك فورسز اللي أعرفوا إن أنا الـ positive بي attract negative والـ positive بي repel positive والـ negative بي repel negative فأنا عندي دلوقتي مدام A positively charged يبقى هتأتراكت negative charges نحيتها فهتسيب الناحية التانية positively charged ولازم أركز وأنا برسم إن أنا أخلي عدد الـ positive أدى عدد الـ negative لأنه قال لي إن أنا في الأول أصلاً كنت uncharted طيب يقول لي explain how these charges are induced إلا رسمتها على الـ conductor البيضة حصل إزاي هقول له the positive charge on A attracts the negative electrons in B to side X leaving Y positively charged خلي بالكم إن أنا ما قلتش إن أنا الـ positive charge بعدت لا الـ electrons دائماً هي اللي بتتحرك الـ positive charges اللي هي الـ proteins اللي اللي هوا نيوكلياي ما بتتحركش من مكانها فهنا بقول دلوقتي إن الـ negative charges راحت للشمال فلما مشيت من مكانها وراحت للشمال ثابت المكان اللي على اليمين ده positively charged من غير الإلكترون بتاعته طيب يقول لي explain why the charges at X and Y are equal in magnitude اللي إحنا خدنا بالنا وإحنا بنرسمه إن أنا عدد the positive's يبقى أدى عدد the negatives لأن أنا أصلاً الـ conductor B كان initially uncharged فاقول له إذا conductor B was initially neutral هيا نشوف question B بيولي دي بيولي B is now connected to Earth by a length of wire يعني لو عندي دلوقتي حاجة كان فيها negative charge من ناحية positive charge من ناحية وكان جنبها حاجة positively charged وأنا وصلت السفير دي أو الـ conductor دا بالـ Earth The Earth is the large object which means إن هي لو حاست إن فيه positive زيادة عن لزوم هتديني electrons لو حاست إن فيه negative زيادة عن لزوم هتاخد مني electrons في السيستم دا على بعض و A و B على بعض فيهم positive أكتر من negative لأن B neutral عدد positive فيها أدى عدد negative لكن A فيها positive أكتر من negative عشان هي positively charged which means إن الإيرث دلوقتي حاسة بالـ electrostatic forces محتاجة إلكترون طيب يولي explain what happens if anything too الحارج عند X والحارج عند Y طب لو أنا هطلع electrons الإلكترونز بتاعتي هتروح نحية X اللي قريدي فيها إلكترونز زيادة ولا هتروح عنده Y اللي نقص عندها إلكترونز أكيد هتروح عنده Y طب إيه اللي هيحصل عند X No change مش هيحصل أي حاجة لأن الإلكترونز مش هتروح نحية الإلكترونز اللي هم ناجاتف زيهم طب إيه اللي هيحصل عنده Y هقوله بقى إن الإلكترونز move from Earth to Y وبعدين الحارج اللي عنده Y لما يجيلها teb البوستف والنغ�يه ي剪ن سلط بعض البوستف والنغياتف يم سلط بعض البوستف والنغياتف يم سلط بعض فهتبقى neutral فدلا ر ما هكتاب هقوله إلكترونز Move from Earth to Y so charge will be neutral will be neutralized خليان شوف question تاني جاء في جون 2012 question 8A بيولي انفقر 8.1 S is a metal sphere standing on an insulating base R is a negatively charred rod plastic sorry placed close to S ماشي يعني عندي دي المفروض انها neutral في الأول وعلى insulating base عشان ما تاخدش أي charge ولا تلوز لو قد لها charge وعندي الrod دي كانت already negatively charred بيولي name the particles in S that move when R is brought close to S أنا عندي دلواتي قلنا دايماً الحارجز اللي بتتحرك جوه المتالز هما الفري electrons وقلت electrons مش بس negative charge عشان هو قالي name the particles اسمهم electrons طيب بيولي انفقر 8.1 add positive and negative signs to suggest the result of this movement لما الالكترون هتتحرك المنظر بتاع charge على السفير هي بعمل الزايبة أنا دلواتي لما بجيب حاجة negative قريب من متال والمتال ده جوا free electrons الالكترونز are negatively charged فانا النجاتف بيريبال النجاتف which means الالكترونز هتروح الناحية التانية طب لما تروح الناحية التانية هتسيب الناحية الشمال positively charged ده مش البوزتيف راحه شمال ده لما الالكترونز مشيوا لليمين سابوا مكانهم بروتونز من غير الالكترونز بتاعهم فبقت المكان ده بقى positively charged طيب بعد كده بيقول لي describe the actions which now need to take place so that S becomes positively charged خلي بالكو انا جبت رد negative وما لمستهاش يعني انا مش بعمل charging by contact انا بعمل charging by induction اللي ستبس بتاعت الاندوكشن ان انا بجيب حاجة charge قريبة من المتال مش بلمسه وبعدين بي connect المتال بالearth وبعدين بشيل الearth connection وبعدين بشيل الرد بشيل الobject charged اللي انا كنت مقربه ده طب انا already جايب حاجة negatively charged يبقى الsteps اللي باقي اممكن اكتبهم bullet points او 1-2-3 هقول له connect ده سفير اللي هو كان كاتبلي عليها فوق دي to earth وبعدين اريموف الearth connection وبعدين بقى اشيل الرد اللي كانت negatively charged اللي انا جايبها اقول له remove ممكن اقول له remove r وخلاص عشان هو كان نسميها r فوق وبعدين الاسفير ممكن نسميها s عشان هو كان نسميها s خلينا خلينا نشوف سؤال تاني gave mosh 2015 question 7 what is meant by an electric field electric field كان definition بتاعه هو region هو region a charge experiences of force يعني لو حطيت اي charge في اي حتة وحصلها force او يعني attraction او repulsion بقول ان هي في مكان المكان ده اسمو electric field يعني لو انا عايز اشوف الفورس على اي charge موجودة حوالين الكورة البوزيتف بتخيل دايما ان انا هجيب حاجة بوزيتف وحطها في المكان اللي حوالين الكورة دي لو انا جبت حاجة بوزيتف هنا مثلا هل اي attracted ولا repilled هل اي هل اي repilled فانا هعمل arrow لبرا وبرضو لو جبتها جنبها من هنا هتبقى لبرا هنا هتبقى لبرا هنا هتبقى لبرا فانا دايما بتخيل ان انا لو جبت حاجة بوزيتف وحطتها في المكان اللي حوالين الابجيك بتاعي ده هتمشي ازاي في الكيس دي هيبقى repulsion لبرا فانا electric field حوالين كورة positive بيبقى ارز outwards أو بنسميها radially outwards طيب figure 7.2 بيقول لي عندي metal sphere on an insulating support برضو a student has available two rods one charge positively and one charge negatively وعايز استخدم واحدة منهم بس عشان اجب الاسفير a uniform negative charge بس باي induction طب لو انا عندي دلوقتي positive و negative charges وانا عايز اتشارج الاسفير دي بسرعة كان ممكن لو انا عايز negative المسها بال الrod negative وخلاص هيشير الشارج وخلاص لكن هنا هو قال لي buy induction اللي هما الاربعة steps two way الاندوكشن دايما بيعمل في الاخر opposite charge يعني لو انا عايز اتبقى negative يبقى لازم اقرب الrod positive فانا دي واحدة من الدرجات اللي انا مفروض اخدها من الاربعة درجات اللي تحت دور فاقول near مش هالمسها the sphere لعني لو لما استهدا كده يبقى charging by contact وبعدين هقول له connect the sphere to earth بعد كده remove the earth connection وبعدين اقول له بقى remove the rod يبقى دول steps دايما بحفظه الاول بقرب حاجة charge وبعدين بلمس المتل بال earth وبعدين بشيل earth connection السلك اللي انا موصله بال earth ده او صباعي او او ايان كان اللي انا عامله عشان اوصل المتل سفير دي بال earth وبعدين بعد ما شيل ال earth connection بشيل الرد لان انا لو شلت الرد قبل ما شيل earth connection ال earth ممكن تكون اديتني electrons او خدت مني electrons لو انا شلت الرد قبل ما شيل ال earth connection اللي ال earth الديتولي هتاخده او اللي خدته مني هترجعه فانا كده ما عملتش حاجة فانا لازم اشيل ال earth connection الاول وبعدين اشيل charge object ودايما برضو لو انا عايز final question تاني gave جون 15 question 10 بولي figure 10.1 shows two parallel conducting plates connected to a very high voltage supply دالي بي دين الپوزط ونغative charges بي اولي the left hand plate is positively charged and the right hand plate is negatively charged on figure 10.1 draw the electric field pattern produced between the charge plates we use arrows to show the direction of the field طيب أنا دلوقتي لما بيكون عندي اثنين parallel plates oppositely charged الفيل ما بينهم بيكون uniform يعني uniform يعني parallel equally spaced lines والأرس دايما من البوزط للنغative زي كده مش لازم أرسم أرس كتيرة المهم بس انهم يكونوا شكلهم equally spaced و parallel يستحسن نرسيبهم بمصطرة وطبعا الdirection من البوزط للنغative بعد كده بيقول لي عندي allied conducting ball is suspended by an insulating string figure 10.2 shows the ball in the middle of the gap between the plates عندي حاجة neutral بس conducting يعني metal ball مثلا metal sphere ومتعلقة في النص بين positive and negative plates يقول لي on figure 10.2 shows the distribution of charge on the ball بما انها conducting أو metal يعني فعندها free electrons فأنا دلوقتي الcharges على plates أو electric field هيعمل لي فورس على free electrons الموجودة طيب free electrons دول هيبعدوا من النحية negative ويروحوا للنحية positive وهيسيبوا النحية دي positively charged فأنا هرسم negative charges على الشمال positive charges على اليمين عشان ده effect بتاع electric field اللي موجود في المكان ده أو ده effect بتاع charges اللي على plates جو السفير برضو negative هي اللي مشيت البوست ما مشيتش لا ده لما negative سابوا مكانهم سابوا النحية الثانية positive طيب بعد كده بيؤلي the ball is placed to the left and then oscillates backwards and forwards between two the two plates طيب لما حرقت الكرة للشمال لمست البلاد غلابا وبعدين فضل من plate للتاني طيب بيؤلي the ball touches a plate once every 0.05 seconds every time it charges a plate a charge of 2.8 times 10 to the power of negative 8 coulombs is transferred at any time with any charge بيؤلي عايزني أحسب حاجة اسمها the average current احنا هناخد الكرن ده في الشابتر اللي جاي بس فور ناو هناخد ازاي نحسب الكرن ده الكرن بنسميه i وبحسب charge over time طيب الحرج بتاعتي كان 2.8 times 10 to the power of negative 8 والtime بتاعي كان 0.05 seconds تطلع الانسر بتاعتي في الاخر 5.6 times 10 to the power of negative 7 ويونيت for the current اسمها ampere خدناها في اول شابتر خالص في السيلابس ان انا في حاجة اسمها current in 10 و current 10 d ال SI ampere question تاني جاء 2016 question 9 what is meant by the direction of an electric field ما قليش يعني ايه electric field قلي direction بس بتاعت electric field electric field نفسه كان region where a charge experience is a force وزاي محلية نفسه قال بل كده لما كان جاب لي كورة post بلي charge وقال الفيلد شكله عمل ازاي كنا تخيلنا ان انا رميت حاجة post في المنطقة دي وشوفت هتمشي ازاي فانا direction of an electric field هو direction of the force on a free positive charge يعني تخيلت ان انا حطيت post charge كده كورة كده positively charged في المكان ده في المنطقة اللي انا مساميه electric field placed in the field بس طيب figure 9.1 shows a pair of oppositely charged horizontal metal plates with the top plate positive عشان oppositely charged the electric field between the plates in figure 9.1 is uniform اللي هو parallel equally spaced lines عايزني ارسم the lines على الرسمة بتاعة 9.1 ما بين the two plates دول والأرسم of these lines to show the direction of the field ماشي يعني انا هرسم parallel equally spaced lines من فوق لتحت عشان فوق positive وتحت negative فالمنظر هيبقى كده مسان أرز equally spaced parallele من من المشكل negative بعد كده بيقول في question به figure 9.2 shows a very small negatively charged oil drop in the air between a pair of oppositely charged horizontal metal plates the oil drop does not move up or down طيب oil drop دي متعلقة في الهوى كده طايرة وقال إن هي عليها negative charge يقول suggest in terms of forces لي oil drop does not move up or down المفروض إن لو سمت أي حاجة في الهوى بتقع تحت طيب هي متعلقة كده لي وقفة أولا لو رجعت كده الوار خالص لشابتر 3 الفورس لو أنا I am not moving مفيش acceleration يبقى مفيش resultant force طيب أنا إيه اللي بيخلي الobject تقع الweight بتاعها طب الweight ده لتحت يبقى أكيد فيه force تاني عكس لفوق والforce ده equally طب الفورس ده جاي منين هو قال لي إن أنا دلوقتي الوار drop دي ما بين 2 horizontal plates oppositely charged يعني مثلا اللي فوق لتحت يبقى مفروض فيه force الفوق ودي negatively charged يبقى أكيد attracted لفوق وrepelled من تحت يبقى لازم يكون force electric بتاع يكون لفوق يبقى ده اللي أنا هكتبه إن أنا أقول إن electric force upwards أدو عكس الweight ممكن أقول balances the weight downwards فأنا كده أتكلم in terms of forces وقلت له مين كمان الفورس اللي عندي طيب يقول without losing any of its charge the oil drop begins to evaporate evaporate يعني المolecules هتبتدي تمشي البرة which means إن الماس هي قل طيب الماس بيقل يبقى مفروض الM G على بعضها هتقل يبقى force اللي تحت decreases طيب قالي without losing charge طيب أنا كان عندي كام force أصلا كان عندي weight اللي هو دل وقت decreased بسبب evaporation إن في molecules مشيت فالماس L فالweight L بس charge زي ما هي which means electric force زي ما هو لأن electric force بيبقى بسبب charge طيب charge ما تغيرتش يبقى electric force برضو ما اتغيرش دلوقتي force اللي فوق زي ما هو والforce اللي تحت L طيب الاتنين كانوا قد بعض يبقى دلوقتي electric force upwards أكتر من weight downwards اكتب له كده is greater than the weight طيب ما سيحد هو يبقى بيقول state and explain ما سيحد لل oil drop طيب لما يبقى الفرص الفوق أكبر من الفرص اللي تحت يبقى كيد في resultant الفرص الفوق يبقى ال oil drop هتتحرك لفوق ب acceleration فقول السوز drop or the droplet accelerates upwards مدام في resultant force 4 يبقى acceleration لفوق خلينا نشوف سؤال تاني قاف جون 17 question 9 بيولي describe the movement of charge that causes an object to become positively charged إزاي حاجة ممكن تبع positively charged إن ال object يلوز electron يقول loss of electrons ما ينفعش أقول gain positive charge لأن positive charge قوة ال atoms ما بتتحرك اللي بيتحرك في ال atoms هما ال electrons question بيولي بيولي 10 point 1 shows a negatively charged rod held over an uncharged metal sphere مش لمسين بعض قريبين بس من بعض بيولي on figure 10 point 1 على الرسم المرسومة add positive and negative signs to represent the results of the movement of charge within the sphere بما إن ها metal سفير جوا free electrons فالelelectrons حرة لقيت negatively charged رات فوقيها هتبعد عنها وتنزل تحت وهتزب لي الحتة لفوق positively charged مطرح البروتون اللي ما بقاش معاهم free electrons بتاعه طيب describe the actions that must be taken to obtain an even distribution of post charge on the surface of the sphere قربت حاجة negative وعايزها في الآخر تبع post يبقى الstep بتاعة ال induction طيب هو مديني دراجتين فأنا ممكن أختصر اتنين steps of one step أنا already كنت جايب charge object near the metal يبقى ناقص لي اتنين to earth وبعدين اشيل the earth connection وبعدين اشيل charge rod فأنا ممكن اقول له connect the sphere to earth momentarily يعني بسرعة يعني connect وبعدين shield فأنا كده اختصرت two steps اللي هي connect وبعدين remove وبعدين بقى اقول له remove the charge rod عشان لما اشيل charge rod بقى the charges اللي موجودة دلوقتي انا لما connected to earth كنت اتحسن فيه negative اكتر فخادت the electrons والسفير والسفير ستبقى positively charged الالكترون ستريع نفسهم قوة مثل السفير الالكترون اللي باقي يعني اللي مخرجت وراحت للأرض ستريع نفسها بحيث ان ال positive charges دول ميبوش لازقين جنب بعض كده فوق يكونوا بعض عن بعض شوية بتوزعين على السرف ستعال السفير سؤال تاني يقى في november 2019 question 5 بيقول figure 5.1 shows a sphere that is negatively charged the sphere is attached to a plastic stand on figure 5.1 draw arrows to indicate the pattern and the direction of the electric field in the region surrounding the sphere طيب انا عايز ارسم electric field حوالين negative charge هتخيل ان انا جئت حاجة positive وحطتها في كذا حتة حوالين السفير دي the positive gets attracted to the negative which means ان feed lines هتبقى لجوه radially لجوه فهذا ده شكل feed lines بتاعتي radially inwards طيب بعد كده بيقول لي a smaller uncharged metal sphere s is suspended by plastic thread and brought close to the negative charge sphere مااشي اذا انا عندي دلوقتي المتال سفير دي ده متل قربتها من حاجة negative مش جبت حاجة negative وقربتها من المتال لا عملت العكس هي نفس الفكرة برضو قربت حاجتين من بعض ده هيعمل induction charging بس لسه مش هنحل السؤال بلما نقرأ نقرأ نشوف السؤال العايز بالظبط بيقول لي figure 5.2 shows two spheres اللي هي المتال الصغيرة والnegative charge الكبيرة by drawing on figure 5.2 الرسمة الجديدة indicate the distribution of charge on s على الصغيرة لما يكون في negative charge قريبا من المتال تبعد الnegative الناحية التانية وتسيب لي الناحية دي positive طيب state what happens to s بعد كده يعني دلوقتي بعد ما قربت الاثنين دول من بعض هل s هتفضل في مكانها هتget attracted هتget repelled مش هيصل اي حاجة ولا هيحصل اي بالظبط اللي هيحصل ان s gets attracted to the negative sphere طب ليه يا mister ما هي فيها positive وفيها negative الpositive gets attracted to the negative بس negative gets repelled لو كان ألي state and explain كنت هزوت حتة من عندي ان انا اقول ان ال distance between ال opposite charges اقل من ال like charges فان ال force of attraction كبير وال force of repulsion وليل which means ان ال force of attraction هو اللي هيكسب فان الكرة هتروح نحية ال negative كده ان انا عندي دلواتي حصل attraction ليه ال opposite charges distance ما بينهم صغيرة like charges distance ما بينهم كبيرة فان force of attraction كبير والforce of repulsion أولي فال total effect ان انا حصل لي attraction بيقول الواتي an earth wire is then touched against S لمست المتل ب earth connection describe what happens in the wire and state how this affects the charge on S طيب earth wire ده لما انا ه connected كده بال earth object كبير يقدر يدي او ياخد electrons في system ده على بعض كده انا شايف negatives اكتر من positives which means negatives زيادة فالearth هتاخد مني electrons فاللي هيحصل في wire ان electrons move from S to earth ده اللي انا هكتبه electrons move from S to earth طب ايه اللي هيحصل بقى على charge بعد كده S كانت في الاول neutral طب لما S يمشي منها electrons اقول S becomes positively charged وده اللي بيحصل في induction charging لما بجيب حاجة قريبة من المتال negative وبconnect بالearth وبشيل وفي الاخر بشيل negative charger في الاخر الobject بتعب بقى positive لما بقرب حاجة positive في الاخر الobject بتعب بقى negative question c بيقول the metal sphere s is an electrical conductor the plastic thread is an electrical insulator explain this difference by referring to the structures of the two materials عايز عرف ايه بين الاثنين materials لو واحدة conductor والتانية insulator اقول له الستructure ان انا عندي الconductor has free electrons which allow flow of charge while insulators do not ولا عندهم free electrons ولا بي allow flow of charge ده كان اخر سؤال عندنا كأجزامبل على الاسئلة بتاعت الستاتيك electricity في paper 4 واشوف كم في اللي جاي ان شاء الله وحب افكركم في نهاية الفيديو ان النوت و الكلسفايد بتاعت السيلابس بتوعي موجودين في مكتب اطلس او في مكتب سمارت ك هارد كوبي انا احط اللينك في الاسئلة بتاعت الفيديو ده وانتو افيلبل عندو انتو تشتروهم ك هارد او صفت كوبي من مكتب اطلس مش ورق مطبوع لو انتو مش في القاهرة او مش في مصر مش افيلبل عندو انتو يتبعت لكو ديليفري او كده او انتو تنزول تشتروها ممكن تشتري صفت بالديتيلز بتاعت الكالكليشنز والديتيلز بتاعت الكلام اللي مفروض يتكتب في الاسئلة الريتن العادية الاسئلة اللي هي كالكليشنز بس واشوف كو في الفيديو اللي جاي انشاء الله